وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إلى تقرير نشرته وكالة رويترز يشيد بأداء الاقتصاد المصري رغم الظروف الحالية مشيرا إلى تقدير الوكالة أن يسجل الاقتصاد نموا بقيمة 4% في العام الحالي كل النقاشات التي تمت مع الزعماء تقدير شديد جدا على الدولة المصرية وموقفها وأن الدولة المصرية صامدة وقادرة وأن الوضع المتماسك وقدرة الدولة على تعامل مع كل هذه الصدمات في هذه المرحلة الصعبة جدا ولكن هنا يمكن أن أحابب أن أقول لحضراتكم أن كنت من أسبوعين قلت لكم على تقرير اللي طلعته مؤسسة جولدمن ساكس على رؤيتها الاقتصاد المصري بالرغم من كل الظروف وكان تقرير يعني إيجابي في المجمل برضو الحقيقة منذ أيام قليلة طلعت وكالة الأنباء العالمية رويترز برضو تقرير على تقديراتها على الاقتصاد المصري التقرير بيقول إيه؟ عشان برضو نبقى عارفين أن النمو الاقتصادي في مصر حيزيد هذا العام العام المالي اللي احنا شغالين فيه وحيصل إلى 4% العام المالي اللي يليه حيتجاوز الأربعة وسبعة من عشرة والعام اللي بعده حيبقى بيصل أو بيقترب من خمسة وثلاثة من عشرة أو خمسة ونص ده كل ده بالرغم من كل التحديات لكن الأهم ودي وكالة متخصصة اتكلمت على التضخم وقالت أن توقعاتنا أن التضخم في العام المالي الحالي اللي احنا فيه اللي هو 24-25 يبقى في حدود العشرين واربعة من عشرة ولكن تقديراتهم مع العام المالي اللي بعده اللي هو 25-26 هتبقى التضخم في حدود الحداشر في المية